الواليد الله يرحمه شيخ أحمد القزابري عاش معك هاد النجاح اللي حققتي وهاد القبول الحمد لله اللي وكيفك تقول يعني هباد الله وتيسيرن عند الله وشو عاش معك شيء من هاد الشيء والدي رحمة الله عليه حبيب قلبي وإمام دربي والحمد لله صلى خلفي في مسجده العامل الذي كان يصلي فيه وأنا صغير وصحبته إلى العمر مرتين وصلى خلفي هناك في مكة في أحد مساجد مكة وأرجو أن يكون قد قرت عينه ورأى شيئا مما كان يرجوه ويتمناه وأسأل الله تعالى أن حتى الآن أن يصله إن شاء الله كل ما نقرأه وكل ما ندعه وكل ما نعمله إن شاء الله من الأعمال لا تنسى الله أن يجعله في مزان قابل أن يستفيد منها وأن تصله وهي إن شاء الله بإن الله وصله كتذكر يعني وانت كتصلي بعشرات الآلف المصلين ولكن الأب ديالك رحمة الله عليه لواقف صفوف المصلين في صفوف الأولى وش هاد شيء كان يعتقد ربما واحد الإحساس مختلف بلا شك بلا شك لأنه كنت أصلي أول مرة أذكر كنت أصلي وأسمع بكاء وهو خلفي في الصلاة وكان يباهي يباهي أصحابه وكان فرحان وكان مسرورا هذا ابني نعم وهذا هو كانت عنده الوالد رحمة الله عليه كان رجلا سماويا كانت همته كلها في الآخرة لم يكن ينظر إلى شيء من أمور الدنيا كان يرى فيه فقط كان يقول لي أريد أن تكون من أهل القرآن ولا أطلب منك شيئا إلا القرآن فإذا كنت من أهل القرآن أعطاك الله كل شيء هكذا كان يقول رحمة الله عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة